تصميم نوت توينتي إلترا وسعر بيستيشن فايف وعطر رايحة الفضاء ومقاطعة الشركات لفيسبوك كل هذا واكثر في هذه الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلطان العبدي من ابتكار وهذه الحلقة الاسبوعية اللي بنعطيكم فيها أهم الأخبار التقنية وفي البداية هنتكلم عن شركة سامسونج ونبدأ في البداية ونتكلم عن الساعة الذكية جيلاكسي واتش ثري اللي هيتم الإعلان عنها في شهر أغسطس مع النوت توينتي والجيلاكسي تاب السيبن في البداية هاد الساعة اللي هتحصل عليها هنتكلم أول عن المميزات الساعة هتتيجي بمواصفات شاشة 1.4 إنش أموليد نتكلم أيضا عن رام 1 جيجا وسعب 8 جيجا بايت نتكلم عن مقاسين هيكون 41 ملي متر و45 ملي متر المقاس الصغير هيكون بطاريته 247 ملي أمبير لكن 45 ملي متر هتكون بطاريته 340 ملي أمبير هيكون فيه NFC وبلوتوث 5.0 أيضا نتكلم هيكون فيه تتبع للنوم وهذا الشيء إن شاء الله نبقى لأنه هذا الشيء جدا هيكون مفيد لأنه هيكون بالتعاون أو نفس الجوال اللي هتستخدمه ونفس الساعة هيقعدوا يتابعوا أسلوبك وطريقتك في النوم عشان يكون فيه تتبع للنوم بشكل أفضل أيضا نتكلم أنه نفس هذه الساعة هيكون فيها تخطيط للقلب وهذا الشيء جدا ممتاز ولكن نتكلم عن الفيديو اللي ظهر خلال هذه اليومين هذا الفيديو إيش شفنا فيه شفنا فيه تصميم نفس هذه الساعة اللي أعتقد 100% هذه هي جالكسي واتش 3 هذه الحركات متعودين عليها من سامسونج هي اللي بتسرب هذه الأشياء في هذا الفيديو 360 درجة تقدر تشوف الساعة من كافة الجوانب وتقدر تعرف تصميمها بشكل واضح هذه الساعة هي مقاس 45 مليمتر والنسخة السوداء هذه هي جالكسي واتش 3 صدقني في شهر أغسطس لما يتم الإعلان عنها هتكون هذه هي وبنفس هذا التصميم أيضا نتكلم عن نفس الأوجه أو الوجوه اللي في نفس هذه الساعة دحين بنقدر نشاركها هيصير تقدر تشارك هذه الوجوه اللي هو نفس تصميم الساعة لما تستخدمها نفس الوجوه اللي بيكون فيها بتقدر تستخدمه أو تقدر تشاركه أقصد تقدر تشاركه على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا هيكون فيه تطبيق جديد للتقس الساعة هذه أكيد من أكثر من جانب أعتقد أنها راح تحقق نجاح كبير أيضا نتكلم أنه في نفس شهر أغسطس أيضا مو بس هيتم الإطلاق جالكسي واتش ثري هيتم إطلاق أيضا جالكسي زد فليب هذا الهاتف القابل للطي اللي شفناه فيه قبل تقريبا ستة أشهر هذا الهاتف هيتم إطلاقه أيضا في شهر أغسطس ولكن نسخة 5G هيصير فيه دعم لنفس 5G وهيتم تغيير نفس المعالج اللي هو سناب دراجون 855 هيصير سناب دراجون 865 سير معالج أفضل وهذا الشيء مفروض من أول سوه نتكلم عن جوال سعره 1400 دولار لنسخة 4G فما بالك نسخة 5G أعتقد ممكن يزيد 100 دولار بس لكن مفروض من أول عندنا 5G وهذا المعالج القوي لكن اللي أهم من كده أنه قبل أمس شفنا تسريب أو مثل ما بتقول سامسونج بالخطأ ظهرت صور جالكسي نوت توينتي إلترا جالكسي نوت توينتي إلترا ظهرت له صور بالغلط على موقع سامسونج الروسي اللي وضحت لنا تصميم الهاتف اللي هيجي باللون الذهبي هذا التصميم اللي بتلاحظه اللي جدا جميل بصراحة نوت توينتي إلترا هيكون جدا جميل في هذه الصور بتقدر تلاحظ تصميم هذا الهاتف وهذه هي الصور أساسا اللي انعرضت على موقع سامسونج الروسي فهم يقولوا بالغلط لكن هذه الأشياء بتصير كل سنة فما هو ما يقول كل سنة يكون بالغلط أيضا نتكلم سامسونج بتطور شاشات جديدة معروف سامسونج في شاشات OLED حق الهواتف إن شاشاتهم هي أفضل هواتف أصاصا فهذه الشاشات سامسونج دي حين بتطور تقنية جديدة اسمها LTPO هذه التقنية اللي هتكون مع الشاشات OLED اللي هيكون أول ظهور لها تقريبا في نوت توينتي إلترا هذه التقنية بتخلي الشاشات سمكها أقل وزنها أخف جودتها أعلى وبتقدم الأداء وهتكون أيضا الدقة أفضل بكثير فشهر أغسطس القادم أو شهر أوغس هذا اللي هنشوف فيله إن شاء الله مفاجآت سامسونج القادمة نروح لوكالة الفضاء الأمريكية وكالة الفضاء ناسا وكالة الفضاء الأمريكية هذه الوكالة اللي دائما بتختص في علوم الفضاء وبيسافروا بيقولوا ووصلوا حتى للقمر وهذه الأمور كلها اللي بتختص بها وكالة ناسا لكن الآن هذه الشركة بدأت تغير شوية مجالة وتصبح مثل شركات زي شانل قوتشي وزي كده فجأة تم الإعلان من وكالة ناسا وكالة الفضاء الأمريكية أعلنت عن عطر رائحة الفضاء تخيل عطر رائحة الفضاء أنا ما نفهم كيف جابوا وصلا يعني رائحة الفضاء ما هو معقول لكن هذه الأشياء هم اللي يختصوا فيها فخلي الكلام هذا لأصحاب العلم المهم في هذا الخبر علفنا أنه وكالة الفضاء الأمريكية أعلنت عن عطر رائحة الفضاء وبسعر 29 دولار 29 دولار لعطر رائحة الفضاء وأعتقد أنه العطر هذا جدا رخيص لكن رائحة الفضاء يعني أطبخ نفسك بنفس رائحة الفضاء أيضا بما أنه نحن بنتكلم عن الفضاء دعونا نعطيكم خبر كمان في نجم عملاق شديدا لمعان في الفضاء في مجرة اسمها كاين من هذه المجرة اللي فيها هذا النجم الكبير العملاق والمشع هذا النجم اختفى وبدون أي أثر وإلى الآن العلم والعلماء لم يفسروا أيش اللي صاير وإيش اللي صار وكيف اختفى هذا النجم ننتقل إلى شركة سوني وهنتكلم عن أسعار أجهزتها في البداية احنا شفنا كثير أسعار لأجهزة بالستيشن فايف والملحقات الخاصة فيهم في أكثر من تقرير في أكثر من تسريب في أكثر من محلل ولكن بصراحة ما حبينا نتكلم عن هذه الأسعار ولا حتى أن ننشرها عندنا في التواصل الاجتماعي لأنه بصراحة كان في كثير إشاعات وفخانة الأمور ليست واضحة لكن الآن ظهر لنا تقرير من اليابان فبما أنه التقرير من نفس اليابان والتقرير موثوق فهذا يبين لنا أنه فيه مسباقية عالية جدا نتكلم في البداية عن السعر حق النسخة اللي هتدعم أشرطة السيدي وأنا كنت متنبأ من أول أنه هذه النسخة هتكون أغلى هتكون بسعر 499 دولار النسخة الرقمية هتكون 399 دولار وهذا الشي أنا كنت متوقع صراحة لأنه أغلب الدول تبقى النسخة اللي بالسيدي لأنه لازم يكون جدا سريع مع النسخة الرقمية قلنا 499 دولار و 399 دولار نتكلم عن الريموت ومنصة الشاحن اللي هتكون بـ 30 دولار و 30 دولار يد التحكم والكاميرا هتكون بـ 60 دولار و 60 دولار أغلى شيء هيكون السماعة اللي هتكون بـ 159 دولار التوفر العالمي تقريبا هيكون فيـ 20 نوفمبر لكن تاريخ التوفر ليس جدا أكيد هذه الأسعار تقريبا 99 أو خلينا نقول 90% هذه هي اللي هتكون أسعار هذه الأجهزة لأنه التقرير أساسا من اليابان وموثوق فهذا أكثر شيء يكون موثوق فأي سعر شفته في أي مكان ثاني لا تعتمد عليه واعتمد على هذه الأسعار آخر الخبر هنتكلم فيه عن شركة فيسبوك هذه الشركة العملاقة أكثر منصة التواصل اجتماعي نشطة هذه المنصة وهذه الشركة ومؤسسها مارك زوكربير خسروا كثير هذه الأسبوعين اللي فاتت هذا كله بسبب خطابات الكراهية يعني بمعنى الصفحات اللي بتنشر يعني أمور عنصرية مثل مثلا يعني زي اللي بيصير في أمريكا بين البيض والسمر فهذه الأشياء اللي بتسبب مشاكل وما في أحد بيحب هذه الأشياء عنصرية وأديان والأشياء دي والمنصات هذه مفروض أنه ما يكون في شيء زي كده في البداية خلينا نتكلم عن انخفاض أسهم شركات فيسبوك وحتى قيمتها السوقية وصلت إلى 56 مليار دولار ونفس الرئيس مارك زوكربيرغ خسر من ثروته 7 مليار دولار هذا كله بسبب أنه كثير شركات قاطعت فيسبوك يعني ما صارت تسوي إعلانات مدفوعة على منصة فيسبوك وبعضهم كمان مو بس فيسبوك فيسبوك وإنستجرام كمان ما صارت تسوي عليهم إعلانات في البداية كنا نشوف شركة كوكاكولا شفنا شركة زي فيبر شفنا أيضا شركة مايكروسوفت لكن الموضوع كبر أكثر من كده وصلت إلى 160 شركة يعني حاليا أعتقد أنه وصلت إلى 180 أو 190 شركة مقاطعة فيسبوك ما هتسوي أي إعلانات مدفوعة على منصتهم هذا اللي بيخسرهم مبالغ جدا كبيرة لكن واحد من المتابعين على فيسبوك لما شاف هذا الخبر قال ما هي مشكلة أصلا هو مع فلوس فأكيد هذه الأزمة في النهاية هتنحل لكن الخسائر اللي خسرتها فيسبوك جدا كبيرة أعتقد حاليا فيسبوك راح تسيطر على كافة الصفحات وهتسيطر على أي مشاكل ثانية علشان تكون المنصة أأمن ويكون في خصوصية أفضل وما يكون في أي مشاكل علشان ترجع الشركات وترجع الأمور زي ما كانت وهذا كان آخر خبر في هذه الحلقة شكرا لمتابعتكم هذه الحلقة معلش إذا كان الأداء مو جدا ممتاز لكن نسجل هذه الحلقة وأنا حاليا مريض شكرا لمشاهدتك الحلقة إلى هذه اللحظة أشوفكم في حلقة قادمة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر